التواصل المجاني لتفسير الاحلام والمعالجة بالقرآن اكتب على قناة اليوتيوب وللتواصل السريع المدفوع اتصالا او كتابة على التليجرام او المسينجر والدفع من خلال البيبال الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على عائشة مسيحة سيدينا محمد وعلى آله واصحابه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تكملة لشرح سلسلة اصول الاصول التي ليس لها تأويل وليس لها تأثير على الرؤي بإذن الله تعالى هناك سبعة اصول اذا اختلط اصل منهم بالرؤية فالرؤية ليس لها تأويل اهما الرؤية خليكم معنا يا جماعة في سلسلة احنا عملنا محاضرات قبل كده وتابعونا احنا النهاردة هنتكلم عن اصل الخوف اصل الخوف من الاصول التي ليس له تأويل وليس له تأثير اصل الخوف اصل الخوف اذا اختلط بالرؤية محط الرؤية اذا اختلط بالرؤية محط الرؤية ايه يعني محط؟ يعني كأنها لم تكن اصل الخوف ايه هو الخوف بقى يا جماعة؟ يعني ايه؟ يكون الزاوة لوضع يكون ايه في الرؤية؟ ما كل الناس خايف وكل الناس يبقى في توتر وخوف وقلق لا هو الخوف الشديد الخوف الشديد الانسان يبقى مش قادر لا ينام ولا يقعد ولا يقوم اعتراه خوف شديد فاذا شاف رؤية متعلقة بما يخاف او الشيء اللي هو رعبه او الحاجة اللي هي عاملة مشكلة او حاجة ان اذا كده فالرؤية يقوم مفزوعة من الرؤية وهي في حالة يعني حالة غير طبيعية حالة سيئة جدا طب ايه الحلقة هنا باعرفك او باعرفك وكلك يا جماعة ان اصل الخوف هنا محة الرؤية بمعنى ان الرؤية اللي انت شفتها دي ليس لها تأثير عليك خالص كأنك ما شفتش الرؤية دي خالص اصبح لما بيدخل اصل الخوف على الرؤية عملت ايه؟ محة الرؤية فكأنما كأنما ايه؟ لم ترى من قبل يعني كأنك ما شفتش الرؤية الخوف اذا الانسان خوف طفيف الخوف الطفيف بيبجي هنا بنيجي هنا عند الرؤية نعرض الرؤية على الاصول التي تأول الاصول التي تأول فتأول ولكن اذا لم يجد فترجع الرؤية على الخوف الطفيف ده الخوف البسيط يعني بيرجع الى الخوف الشديد الاصل ده انه ليس لها تأويل يعني موجود الخوف في الرؤية الخوف الشديد لا نقاش ليس لها تأويل شديد ولكن اذا كان الانسان يعتريه بعض الخوف فبنبص نشوف في الرؤية بنعرض الرؤية على الاصول التي تأول عليها فاذا وجد اصل من الاصول التي تأول عليها تأول واذا لم يجد اصل من الاصول يبقى ينعمل ايه يبقى بيرجع الرؤية ترجع للاصل الاساسي اللي هو اصل الخوف الشديد خلاص وليس لها تأويل فليس لها تأويل وليس لها تأثير على الرأي ده اعتبر اصل من الاصول السبعة التي ليس لها تأويل وليس لها تأثير على الرأي باذن الله تعالى تابعونا ان شاء الله معنا محاضرات سلسلة في شرح وتفصيل الرؤى والاحلام باذن الله تعالى هذا والله اعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته التواصل المجاني لتفسير الاحلام اكتب رؤياك على القناة على اليوتيوب وللتواصل المدفوع اتصالا او كتابة على التليجرام او المسينجر والدفع من خلال البيبال شكرا